اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصار شريك الشاه بعبادة الوسانيين وصل الخبر لمجموعة من المسيحيين نزعجوا كتير من القديس يعقوب وبنفس الوقت زعلوا عليه كتبولوا رسالة أن أبو فيها على أعماله وقالولوا عيب عليك أنه توقع بهيد الخطيئة وتختار أمجاد هيد العالم وتفضل ملك الأرض على ملك الملوك ورب الأرباب كمان كتبولوا أنه هني عم بيصلولوا ويطلبوا من الله أنه ينور قلبه تحتى يرجع من جديد مسيحي ويصلح غلطه وكانت هيد الرسالة كفيلة أنه يعقوب يوعى من سكرته وتابوا بكي من ندمه وصار همه أنه يمحي خيانته العظيمة حتى لو كلفوا هيدا الشي حياته فاعترف قدام الشاه بمسيحيته فأمر الشاه بتعذيبه قدام العالم بأقسى أنواع التعذيب وهون يعقوب تضر على الرب وطلب منه المساعدة فبعت له قوة عجيبة خلته ما يحس بالوجه أمر الشاه بتقطيع أصابعه وقت أطع له الجلاد إصبعه الأول قال يعقوب هكذا تقلم الكرمة لكي تنمو من جديد ولما أطع له الإصبع الثاني قال تقبل يا رب الغصن الثاني من زرعك وقت أطع له الإصبع الثالث قال أبارك الآب والإبن والروح القدس وعند أطع الإصبع الرابع قال يا من قبلت مديحا من الحيوانات الأربع اقبل ألم هذا الإصبع الرابع ولما أطع الإصبع الخامس قال ليت فرحي يكون كاملا كفرح العذار الخمس العاقلات ولما أطع له الإصبع السادس قال المجد لك يا من مددت يديك الطاهرتين على الصليب في الساعة السادسة وجعلتني مستحقا أن أقدم لك إصبع السادس ولما أطع له الإصبع السابع قال كمثل داوود الذي سبحك سبع مرات هكذا أسبحك بأصابع السبع المبتورة لأجلك ولما أطع له الإصبع الثامن قال أنت يا رب استرحت في اليوم الثامن وعند أطع الإصبع التاسع قال يا رب في يديك أستودع روحي وأنا أقدم لك الشكر لألم الإصبع التاسع لما أطع له الإصبع العاشر قال أرتل لك يا رب على عود ذي عشر أوطار وأباركك لأنك أهلتني لإحتمالي وصاياك العشر المكتوبة على ألواح الحجر وهيك استشهد الإديس يعقوب الفارسي المقطع وكان استشهده بمدينة بابل على نهر الفورات وقدرت مجموعة من المسيحيين أنه تجمع الجسمان وتدفنوا بكل خشوع ورفات الإديس يعقوب الفارسي المقطع موجودة بأكتر من منطقة بالعالم وخصوصة بالأديرة يلي بتاخده شفيع لأله شفعته تكون معنا جميعاً لا تنسوا تسمعوا تربارية الإديس الموجودة في صندوق الوصف